يا أهلاً وسهلاً بحضراتكم مشاهدات الكرام مرة تانية في الحياة في مصر ودايماً في الأزمات اللي بتتعلق بدولنا العربية وما أكثرها بيكون فيه اجتماع لجامعة الدول العربية سواء على مستوى القادة أو على مستوى وزراء الخارجية العرب أو حتى على مستوى المندوبين الدائمين اللي بيكونوا موجودين في الجامعة الاجتماع دايماً بيناقش إزاي يتم تكفيف منابع الإرهاب القضاء على أي شيء بيعكر صفو العلاقات بين الدول العربية كمان الجامعة العربية بتسعى أنها تعمل تكاتف للجهود العسكرية العربية علشان تحد من ظاهرة الإرهاب اللي تفشت بشكل كبير في دولنا العربية في الفترة الماضية حضراتكم تعلموا أن فيه تحديات كبيرة للغاية بتواجه دولنا العربية سواء هنتكلم في الغرب في ليبيا ولا في سوريا ولا في العراق ولا في اليمن أو تحت في السودان يعني كان فيه تحديات جامعة للغاية أو حتى عندنا في مصر في سيناء والحمد لله الحمد لله جيشنا وشرطتنا المدنية عاملين شغل محترم في العملية سيناء 2018 للحد من ظاهرة الإرهاب اللي انتشرت في الفترات اللي فاتت أمور كتير طبعا مقدر شانسة القضية الفلسطينية لأنها القضية الأساسية في منطقتنا العربية أمور كتير أسمحولي أطرحها على ضيف الكريم اللي بيشرفني بالتأكيد في الاستوديو أول مرة يشرفني وإن شاء الله ما تكونش آخر مرة ضيفنا الكريم السيد الأركان حرب محمود خليفة مستشار أمين عام جامعة الدول العربية للشؤون العسكرية يا أهلا وسهلا بيك أهلا بيك أسكريم مشرفني بتأكيد أهلا بيك أنا فيه سؤال شخصي كده في البداية بمدخل في أزماتنا أنا دايما بعرف أن فيه مستشار عسكري في سفارتنا يعني مثلا مستشار عسكري للسفارة المصرية الموجودة أو الملحق العسكري أو الملحق الدفاع دا بيهتم بالأمور العسكرية التابعة لمصر التابعة لفرنسا التابعة لأي دولة أخرى صحيح لكن بالنسبة لجمعة الدول العربية ليه المصر هو طبعا طبعا بداية أنا طبعا أيضا سعيد أن أنا كنت متواجد بحضرتك نشر بلي يا خمي وقناة الحياة أهلا بيك وأشكركم الاستضافة يعني أهلا بيك الحياة طبعا دور يمكن موضوع المستشار الأمين العام للشؤون العسكرية يمكن هو استجد تحديدا ما بعد قرار قمة شرم الشيخ 2015 مارس مارس شرم 2015 وأول مرة يمكن يتعامل هذا المكان في الموضوع طبعا حضرتك تعلم تماما أن الناحية السياسية والناحية العسكرية وجهان لعملة واحدة كلاهما يسعى إلى تحقيق الأمن القومي للدولة أو الوطن أو أي أي كيان سياسي أكيد يعني موضوع كلاهما يصب في مصلحة واحدة إذن ببنكلم على السياسة والتصالب برضو بالضبط ولذلك الأمور السياسية حتى في معظم شعنة خاصة في المنطقة اللي هي دائما ساخنة منطقة الشرق الأوسط فكانت هناك مشاكل تختص كان في الاحتلال العسكري في مرحال سابقة في مشاكل حدودية ما بين بعض الدول هناك في نزاعات إقليمية في بعض الأعمال المتمردين كل هذه الأمور تتطلب في بعض الأحيان أو كثير من الأحيان المواجهة العسكرية ولذلك أصبح لزامن أن يكون هذا الموضوع موضوع مهم يتواجد مستشار للشؤون العسكرية لعرض المقترحات أو سلوب التصرف في بعض المواقف أو بعض النزاعات مثلما حضرتك ذكرت المستشار أو الملح العسكري للدولة يعتبر في سفارات الدول كل الدول لها ملحيين غالبا يعني لها ملحيين عسكريين ليكون حلقة الربط في التعاون العسكري ما بين الدولة والدولة الأخرى أما المستشار العسكري كان لابد أن يتواجد في هذه المرحلة لأنه يعتبر يمكن في قضية فلسطين لحضرتك ذكرتها ما بعدها سنة 1950 تم عمل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وكانت قضية واحدة قضية فلسطين ما بالك ما بعد حرب الإرهاب والإرهاب الشامل الذي يهدد كثير من الدول العربية أو بعض الدول العربية تحديدا فكان لابد أن يتواجد مستشار العسكري للمعالي الأمين العام لجامعة العربية منصق هذا الأمر لبحث لعرض المقترحات فيه أيضا يعني عايزة أقول لحضرتك حاجة البعض الكثير لا يعلم أن في جامعة الدول العربية في غطاع الشؤون العربية والأمن القومي هناك إدارة تسمى الإدارة العسكرية بيتواجد فيها يمكن كل شهر أو اثنين لا يزيد رؤساها هيئات تدريب القوات المسلحة للدول العربية جميعا وأعتقد الكثير لا يعلم هذا الموضوع كافة الدراسات المعنية بالأجزات الأهمية مثل مكافحة الإرهاب تم عمل لها دراسة أو مؤتمر لمدة أسبوعين في جامعة الدول العربية موضوع اسلوب التغلب أو مواجهة الصواريخ الباليسية اللي احنا بنشوفها من اليمن على الشخيخة المملكة العربية السعودية تم عمل مؤتمر لمدة أسبوعين لأرساء تدريب القوات المسلحة العربية لسلوب مجاب تنزيل موضوعات